مكينة الويفينج حد يعرف يعني ايه هي السلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله يارب يكونوا بألف خير اهلا بيكم ومعلومة جديدة معلومة النهاردة هي عجيبة شوية بالنسبة للبعض منكم ولكن برضه لازم نقولها مكينة سغانطوطة كده هي كل وظيفتها ان هي تعالج الحاجات اللي بتتقطع عندنا في البيت يعني ايه بالزبط يعني الموضوع ده بنشوف كتير على الانترنت وفيديوهات كده سريعة وقصيرة قوي لحاجة اسمها الويفينج او الفن كده اللي بيكون موجود بتتعامل بخيوط ملونة كتيرة وبنلاقيها كده شكلها حلوة قوي مع ان هي مثلا ممكن تكون قطعف بانطالون او بلوفر ولكن بنلاقي من منظر في النهاية شكله حلو اللي هو ايه ياريته تقطع من بدر عشان اعمل الحركة دي فيه ناس اصلا بتسيبه زي ما هو كده وبتروح تعمله فوق القطع بتاعتها بحس ان اديها شياكة يعني ومنظر جديد زي ما تشايفين كده في الصور يعني طيب الماكينة دي بتعمله ايه الماكينة دي فعليا بتشتغل مكان طارد التطريس وفي لوقت نفسه خطاف كده يفضل شدد الخيط يعني ايه برضو الموضوع ده هقولك حالا انا لما بحب اعمل شكل او شياكة لحاجة انا شغال عليها بمسك الخيط وابتدي ان انا ايه اخد ورزة واسيب الباقي في الهواء واخد ورزة من فوقها وهكذا رايح جاي كده بحيث ايه في الاخر اعمل شوية فتل كده ايه طيرين في الهواء مسكين بس في البنطلون او البلوزة من تحت وفوق فالجماعة دول مشكورين عملوا ماكينة للموضوع ده بحيث ان انا ما شدش الحاجة على طارة التطريس تمام لا اشدها على المكينة دي على طول وعشان انا محتاجة حاجة تمسك للخيط لحد ما اعمل او التعشيق او التبديل يعني زي ما تحبوا تسموها بالالوان والخيوط دي كلها فهي بتمسك للخيط ده بديل ان انا اقعد امسكه في طرف البنطلون ويطلع في الاخر الشكل مش حلو او طرف من فوق عشان المنظر في الاخر هيكون شكله منافر فيعمله ايه؟ يعمله مكينة زي دي صغيرة كده هي على فكرة حجمها يعني حجم كم صباع كده يعني مش ضخمة قوي قولوا مثلا حوالي 7 سنتي عرضها فهي مش ضخمة هي بس بتشدلي القطعة المقطوعة وفي الوقت نفسه الاسنان او الخطفات دي بتشدلي الخيط بحيث ان هي تركنهلي اثناء ما انا شغال عليه بس كده اه بس كده وهي وظيفتها بس للحوار ده ولكن هي بتصرع عليها الاداء لان انا كده كأني عملت نول صغير فبتكون سريعة قوي وسهلة قوي ما بتديش مجهود عليا ان انا قاعد افرد الشغل كده ناحيتي او ان انا اشبطه في القطعة القماش والقطعة القماش مثلا تكون خفيفة ورخوة فممكن تتجبد مني تبقى شكلها مش حال بس وبكده نكون خلصنا معلومة النهارده معلومة بسيطة جدا ومكينة الويفنج او الدارلينج لوم طبعا المكينة دي خاصة بالهاند كرافت عشان تكونوا عارفين وده هو عمتا العمل اليدوي اللي دايما بيتوسع معانا وبيوصل لأقصح ضوده ودايما بيلاقي فيه جديد اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة ما تنسوش اي حاجة بنتكلم عنها هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف ولو تشوفوني من على تيك توك او الانستا هتلاقوا اللينكات دي موجودة في البيو مع السلامة باي